دكتورة كيف أتجرد من الرغبة برؤية الكارما لي من أذاني؟ مو مطلوب منك أنك تتجرد لي مو مطلوب منك أنه أنا الآن عندي شعور أني أنا أبغى أنه فلان أذاني أبغى أخذ حقي في هذه الأذية وأشعر أني أنا ظلمت وبتلك أبغى أخذ حقي من هذه القصة من هذا الشخص وأبغى ترد عليه هذا الكارما أو هذا الظلم أو هذا الأشعور أي إن كان الاعتقاد اللي أنت تؤمن فيه مو مطلوب منك أنك تقول لنفسك لا 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 أستب أنت ممنوع أنك أنت تشعر بهذا الشعور وممنوع أنك أنت تتجرد لا مو هذا هو المطلوب منك عشان أنت تكون متجرد وهذا من الأخطاء اللي تصير عند الناس أنهم هم يضالبون أنفسهم بشيء هم مو قدة هم مو قدة لما تكونين مستعدة راح تصلين لهذه المرحلة وراح تؤدينها الآن اللي مطلوب منك أنك أنت تفكين التعلقات اللي أبصلتك لهذه المرحلة عبير حبيبتي تقول كيف أتجرد من تأثير أهلي علي التأثير السلبي أول شيء أبغاك ترجعين لمشاعرك أنت خليني من برة ركزي على جوا والآن أسألي نفسك أنت ما هو الشعور اللي أنا متورطة فيه الآن؟ أكثر شعور أنا متورطة فيه الآن؟ هم ليش عندهم هذا التأثير السلبي؟ هل لأني أشعر بالعار؟ هل لأني خايفة؟ هل لأني غاضبة؟ هل لأني يائسة؟ إيش الشعور اللي أشعر فيه الآن؟ الشعور هذا هو اللي يشتغلي عليه قد تكونين تشعرين بالعار، أخذي الثقة بالنفس، قد تكونين تشعرين أنك أنت ضعيفة، أخذي الشجاع، قد تكونين تشعرين أن أنت خايفة، أخذي الخوف، اشتغلي على الشعور اللي تحسينه هو أكبر شعور سلبي مسيطر عليك حاليا هل التجرد يعني فك التعلق؟ التعلق في زاوية وهذا المقابلة في الجهة المقابلة يعني لما أقول لك أنه أنا عندي اثنين كل واحد ما أخذ زاوية رد الثاني، واحد لابس أسود وواحد لابس أبيض فهذه هي الفكرة، أنه المتجرد كثير متورط فبالتالي لابس الأسود، أو المتعلق كثير متورط فلابس أسود، والمتجرد كثير لابس أبيض وشاهل كل القصص اللي ممكن هو يحتاجها في الطريق فالتعلق خلنا نقول أنه نحن نناقش مرحلة من مراحل التجرد، كأن نقول أنه الشخص لن يستطيع أن يتجرد لما يكون فك التعلقات، ما يستطيعني، أنك تفك التعلق شيء مرحلة، وأنك تتجرد مرحلة أخرى، مرحلة أعلى كثير من أنك تفك التعلق، لكن أستطيع أن أقول أنه، أنه، وزاوية البساطة، وزاوية البساطة الثانية هو أنك أنت تكون متجرد، أو خلنا نقول لك أننا في سلم، فالسلم بداية هو فك التعلق، ولما توصل للآخر وأنت متجرد، فهذه الطريقة لذلك هو مو مم مستوى فك التعلق، زي ما قلت لك، اللي ممكن تشعر فيه أو تحس أنك متفرد فيه، لا، هو مستوى أعلى، مستوى أنك أنت ممكن في كثير من أحيان أصلا ما تنتبر إله، ممكن هو يفوت عليك مرات، وهي حالة أعلى من حالة فك التعلق، مو أنا فكهت التعلق، لا، لا أنا خلصت الموضوع تماما، مو فك التعلق، خلصت الموضوع تماما هل التجرد هو الزهد؟ ممكن نعبر عنها بالجملة أو بالكلمة هذه اللي تعبر عنها كثير، لكن اتطبقت ممكن بطريقة غير صحيحة أو غير سليمة، وإضافة إلى أن الزهد ارتبط كثير بالجسد المادي، أنه أنت تزهد بالمادة، تزهد بالفلوس، تزهد وكذا، لا، نحن نتكلم عن شيء يشمل الجسد المادي والفكري وحتى المشاعر، أنه أنت تتجرد من، يعني كأنك تقلب على النسخة اللي كنت إياها أول المشاعرية، تتجرد من شعورك اللي كنت عليه أول، حتى لو كان هذا الشعور إيجاهي، بس أنك خلاص، أنت قلبت الموضوع، تطورت وقلبت الموضوع، كنت والله يعني في الشجاعة وقلبت الموضوع، كنت في مرحلة معي وقلبت، صرت أفضل يعني، فالزهد شوية محدود استخداماته في الجسد المادي أكثر، لكن التجرد استخداماته لكل الإجساد المادية، ذلك ممكن أنه يعني ما تنطبق على أنك أنت تزهد في كل الحياة أو تصل لحالة أنك أنت زاهد في كل أشكال الحياة، لكن ممكن أنك تقول أنه في لحظة الموت، أنه فلان تجرد في الوقت الصحيح أو بالوعية الصحيح، أو المناسب، خلنا نقول. نازق حبيبتي، تقول ما الفرق بين التجرد والتخلي؟ وهل في التجرد؟ تجلي؟ هل تتجرد الروح عند الجسد عند الموت؟ أو واو، أسئلة كثيرة، طيح، قلنا أخذها حبة حبة. ما الفرق بين التجرد والتخلي؟ التخلي ممكن أن يكون، زي ما نقول، بجدول، أوكي؟ بجدول، يعني مثلا، هذا جوالي أنا تخليت عنه لفلان، أوكي؟ أنا الآن قررت أنه أنا أتخلى عن هذا الجوال، وراح أعطيه لابني الصغير، أو أخي الصغير، أو خلص، أنا تخليت عن هذا الجوال. التجرد؟ لا، التجرد أنه أنا جاء الوقت الذي هذا الجوال يمكن ما يشتغل، يمكن ما يناسبني، يمكن عندي جوال أجدد، فبالتالي ما يطبق معي، هذا الجوال مطابق مع حويتي، مطابق مع شخصيتي، مطابق مع مسوعي، مطابق مع حياتي، فبالتالي هو يطلع، حتى ما ألقى لأحد، بس أحطه كده في الدرج، وشوي شوية يعني يختفي، ما عدا يصير حاضر، لأنه في شيء آخر حاضر، أكثر تطوراً، أو طريقة مختلفة، ففي فرق في طريقتهم، كيف هما يعني كيف أنت تتصرف تجاه هذا الشيء اللي أمامك أن أنت تتخلى ولا تتجرد، طبعاً تعرفوني أنا أميل لفكرة التجرد، أميلي دائماً لفكرة أني أنه أنت تطلب الثراء لما تشبع، أنك أنت تأخذ حقك لما تشبع، أنه أنت تحفظ حدودك لما تشبع، أنه أنت تحارب لما تكتفي، أنا أميل أو أمن بهذه الفكرة، حتى من قبل ما أطرح قانون التجرد، أنا أميل لأنه أنت لازم تطورك يكون طبيعي، ما يكون متكلف، والمفروض أنك أنت توصل في الوقت المناسب، إذا كنت أنت ملتزم بالتطور، المفروض أنه في الوقت المناسب ما عد يصلح لك الجوال، ما يحتاج أن يصير قصة عشان أنت تعطيه لأحد وكذا، طيب، السؤال الثاني للنازك تقول هل في التجرد تجلي؟ طبعا بدون أدنى شك أنه نعرف الموضوع هذا شرحته في الكورس قانون التجرد، اللي هو موضوع قانون الجذب قانون التجرد، كيف هم يسوون تشكيلة عجيبة مع بعض، وكما يقال أطلبوا الموت تهبوا لكم الحياة، يعني أي متجرد، أي متجرد، الشخص المتجرد، يعني الدنيا مفهودة قدمها، بدون أدنى شك، بس، المعضلة اللي هو أنه الناس أنه أنا سأتجرد لأجل أني أنا أحصل، بس، أنت وشلون تجرد؟ شفتوا هذه المعضلة اللي، أنت وشلون سويتها، بس أنت ما تقرد تسوي شيئين، كذا ما تقرد تضرب النوايا مع بعض، وبما فيها أيضاً، بما فيها عشان تفهم، بما فيها أيضاً موضوع الحماية، لذلك الأشخاص لما يتجردون محميين، محميين، تاني الأشخاص اللي يعيشون في حالات خطر أنهم هم يتجردون هم لسا مو محميين أو مو ضبطين حالهم كويس، يعني تجرد من المادة ممكن نعيش في الشارع، لكن شخص تجرد في وقته الصحيح لا، الدنيا مفرودة، بتالي نعم هناك اتصال قوي مع قانون الجذب، وممكن تستزيدون أكثر في كورس قانون تجرد، الآخر شي نازك، تقول هل تتجرد الروح عن الجسد عند الموت؟ خلمي أبغى أقول لك، ما أبغى أقول الروح تتجرد، أبغى أقول إنه الأجساد السماوية، لما يكون عندنا إحنا خلصنا كل التجربة وتجردنا مرة بعد أخرى، إنها تأتي اللحظة المناسبة لتتوج هذه التجردات بأن الأجساد الطاقية أو الأجساد السماوية، إنها جاهزة إنها تتجرد من كل القصة، خلاص إنه أنه هي راح تتجرد من كل القصة، وممكن تقول إن الروح، وممكن تقول إنها تشاد السماوية، خلاص، تبغى تتجرد من القصة، اللي انتهت مع عادة صالحة باستخدام أن يمر، أوكي، كذا جاولنا السؤال، نازك، حبيبتي، كالعادة، أسئلتها جميلة، صديقتي تقول ما الفرق بين التجرد والهرب؟ بعيد تماماً، 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 التجرد لا يقوم بأي حملية حرب، ما في، ما في، يعني في شيء يحتاج مواجه، في شيء يحتاج إغلاق، في شيء يحتاج فاتح، في شيء ما لهم دخل بعض، أبداً،